بعد عامين من الجمود في ملف نقابة المعلمين على خلفية وقف عملها بقرار قضائي تقرر اليوم إعادة تسعة معلمين من أعضاء مجلس النقابة السابق إلى عملهم بدءا من الأول من الشهر المقبل استنادا لقرار محكمة صلح جزاء عمان والمؤيد بقرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية المعلمون التسعة أوقفوا عن العمل لإدانتهم بجرم التجمهر غير المشروع والحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية وفي حزيران الماضي أصدرت محكمة بداية عمان قرارا بقبول الاستئناف المقدم من نقابة المعلمين موضوعا وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان المتضمن حل نقابة المعلمين كما حكمت بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة إليها كونها من أشخاص القانون العام فيما أيدت القرار القاضي بحل مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع هذا وكانت لجنة التعليم والشباب النيابية قد لمحت قبل أيام إلى معلومات تفيد بإجراء انتخابات نقابة المعلمين الربيع المقبل نفذ العشرات من طلبة جامعات وذويهم وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بشمولهم في المنح والقروض الجامعية من خلال صندوق دعم الطالب معتبرين استثناءهم تهديدا لمستقبلهم الدراسي الطلبة دعوا إلى تأجيل سداد قروضهم لحين التحاقهم بعمل يعيلهم على دفع أقصاط شهرية يذكر أن لجنة التعليم والشباب النيابية قد رفعت قبل أيام توصية للحكومة بشمول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على المنح والقروض في ظل ظروف الاقتصادية الرهنة هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد رشحت 57747 طالبا وطالبة للاستفادة من المنح والقروض من بين 81378 تقدموا بطلبات صحيحة فيما زاد عدد المتقدمين باعتراضات عن 28 ألف متقدم يشار إلى أن المرشحين للاستفادة من المنح والقروض يشكلون نحو 71% من إجمالي المتقدمين مطلبين رئيسيات وأساسيات المطلب الأول وهو الأهم شمول كافة الطلبة الذين تقدموا لمنح وقروض التعليم العالي بسواء منحة أو قرض وهؤلاء الطلبة يقدر عددهم بـ 24 ألف طالب والمطلب الثاني أيضا عدم مطالبة الطلب الخريجين أو الطلب الحاليين الذين حصلوا على قروض عدم مطالبتهم بتزديد هذه القروض إلا بعد حصولهم على وظيفة نحن اليوم مطالبنا بشمول جميع الطلاب في المملكة بالمنح والقروض لأنه تم حرمان 24 ألف طالب من حقهم في الدراسة وعدم تخريجهم وقعدتهم بالبيت رح تكون لأنه إذا ما تم شمل 24 ألف طالب هذول رح صفوا بالشارع أو في البيت يعني في لواء ماركة تقريب 450 نقطة وما تم شملي وأنا معي أخوي في الجامعة كمان فأحن صفين هايك الاثنين بدون دراسة هاي الطلاب إذا ما سجلت هاي الفصل رح ما تسجل لا الفصل الثاني ولا الصيفي ولا الأول رح يتأخر تخريجهم سنة إذا مش أكثر ما رح يأخر فرحة تخريجهم فرحة أهاليهم فرحة تخرجهم والأهالي صلهم أكثر من أسبوعين قاعدين في حالة توتر وإحباط لا عارفين شو يعملوا ولا عارفين يأمنوا القص الجامعي مطالبتنا في مجلس النواب إن شاء الله رح تكون اللي هو شمول الجميع أبنائنا الطلبة في المنح والقروض اللي زي ما كانت مكرمة جلال سيدنا في العام الماضي إنه شمل جميع الطلبة بالمنح والقروض وبصراحة هو تبنى مجلس النواب مذكرة بهذا الخصوص وطالبوا شمول الجميع وفي جامعة اليارموك نظم أكاديميون وإداريون وقفة صباح اليوم أمام رئاسة الجامعة احتجاجا على تخفيض مخصصاتهم من عوائد البرنامج الموازي وتوقف زياداتهم السنوية منذ أعوام المشاركون في الوقفة نددوا بقرار تثبيت نسبة حوافز الموازي والبرامج غير العادية كما كانت العامة الدراسية الماضية لفتنا إلى عدم زيادة مخصصاتهم من عوائد البرنامج الموازي في السنوات التي ارتفعت بها من جهته قال نائب رئيس جامعة اليارموك للشؤون الأكاديمية دكتور موفق لعموش لرؤية إن انخفاض العوائد المالية لبرنامج الموازي عام 2022 عائد إلى تراجع مداخله المالية وهو ما أدى إلى انخفاض المكافأة الشهرية للعاملين في الجامعة عائدات الموازي التي تم تخفيضها خلال أيام الماضية بسرعة فائقة جدا وتضرر كافة المنتسبين إلى جامعة اليارموك وهذا حق مقتسب لأعضاء هيئة التدريس فبدل ما أن توفر الجامعة فرص أخرى وطرق أخرى لتعويض حسب ما بيقوله النقص والاستنزاف المالي أتى هذا الأمر على حساب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين الهدف من وقفتنا اليوم هو فقط لا غير بيان حجم معارضتنا لقرار الجامعة الأخير بخصوص تخفيض عائدات البرامج غير العادية لأن الجامعة بذلك قد نهجت إلى حل المشكلة بشكل ليس جذري ولم تعالج جميع الإختلالات التي تعاني منها جامعة اليارموك بالنسبة لإرادات برنامج الموازي حصل انخفاض كبير هذا العام لأسباب موضوعية في العام السابق كانت تقارب 22 مليون هذا العام 18 مليون السنة الماضية كان يوزع من إرادات الموازي 45.4% الآن تم رفع هذه النسبة من قبل مجلس الأمناء وتم تنسيب لمجلس التعليم العالي بـ 50% من إرادات البرنامج الموازي بلغ عدد مزارع الأبقار التي سجلت إصابات بمرض الحمى القلاعية منذ بداية التفشي عام 2022 ستا وخمسين مزارعة وصل فيها عدد الحيوانات المصابة إلى 1500 رأس تقريبا من أصل 14500 رأس في هذه المزارع و92 ألف رأس موجود في المملكة وزارة الزراعة قالت إن الوضع لا يصنف ضمن مرحلة التفشي وهو ضمن النسب الطبيعية العالمية كما أن المرضى لن يؤثر على كميات الحليب وأسعارها لوجود وفرة في الإنتاج وبما يكفي ويزيد عن حاجة السوق المحلي وحول تدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارة فقد أفادت بأنه تم تسجيل أربع لقاحات خاصة بالمرض وتوفير ما مجموعه أربعة ملايين جرعة منها وتحصين ما يزيد عن أربعة ملايين رأس من الأغنام وذلك خلال حملة وطنية نفذتها الوزارة خلال الربع الأخير من عام 2022 هذا وأكدت الوزارة عزمها إعطاء الجرعة الثانية في شهر نيسان القادم هذا مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي وهذا المرض مستوطن في منطقتنا وابتداء من المغرب ومرورا بشمال ووسط أفريقيا والشرق الأوسط ووصولا إلى الهند فهذا المرض موجود ومستوطن وكل سنة تقريبا تظهر مثل هذه الحالات هذا المرض ليست من الأمراض المشتركة مع الإنسان نحن عندما نستورد من دول إما أن تكون خالية من هذه المرض وغالبا يتم الاستيراد من أستراليا في حال استيراد أعلاف خشنة للبرسيم والقشوة التبن من دول تسجل هذا المرض يتم ضمن اشتراطات صحية من ضمنها تبخير هذه المنتجات في بلد المنشأ وأيضا نقلها بسيارات محكمة الإغلاق ويتم فحص على المعابر الحدودي ولكن نحن كإجراء احترازي في الوزارة قمنا بتعليق الاستيراد لهذه المواد لحين التأكد من دقة هذه المعلومات وقع سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدير الأمن العام اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال توفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف مراكز إدارة ووحدات الأمن العام سموه أشاد بالشراكة مع مديرية الأمن العام التي أثمر عنها فوز المملكة بمشروع خط الطوارئ للصم 14 بمشاركة 18 دولة وهو تطبيق يستقبل المكالمات الفيديوية بأجهزة خاصة ومن قبل متخصصين بلغة الإشارة للتواصل مع طالب الخدمة من جانبه أكد مدير الأمن العام الحرص على تقديم الخدمات الأمنية لذوي الإعاقة وتوفير متطلبات وصولهم لكافة مراكز تقديم الخدمات في إدارات الأمن العام للأسبوع الثاني على التوالي ترصد عدسة رؤية مشاكل مرورية على طريق الخدمات الموازي لشارع المطار حيث انتقلت مشكلة عدم تحديد المساري بوغياب الشواخص المرورية من الجانب الأيمن إلى الأيسر دون مبرر على حد وصف عابر الطريق طريق الخدمات الأيسر لطريق المطار أصابته عدوى ما يعاني منه الطريق الأيمن من إرباكات مرورية بعد فصل الشارع إلى مصربين دون إنذار مسبق معاناة يومية لسائقين مركبات عادت من جديد لعدم وجود شواخص مرورية وهذه الحواجز البلاستيكية الجديدة لا تمنع السائقين من السير بعكس اتجاهات بعضهم هناك عدة أخطاء يجب وضع مطبات على هذا الشارع وأيضا الشواخص والتزام بالسرعة المحددة لأنه تخاف أنه واحد يقطع الشارع فيجب الحضر من هذه الجهة يحط شواخص عشان السائق ينتبه أكثر السرعة محطوطة بمكان واحد بس لازم يحط أكثر من منطقة السرعة غير محددة على الطريق إلا في أماكن محدودة تكاد لا تذكر فتشكل أرضا خصبة لإنتاج حوادث مرورية يعني ينقص التعبيد الشوارع يعني الشواخص الإرشادات هيك أنه تعبيد أنه يسوه بمنظر أحلى يعني وفجأة صار الموضوع يعني كله في ليلة الموضوع آها يعني ما صار أنه أعطوا إشعارات مع مثلا من هناك ما في شواخص بترشد أنه هذا الشارع مسربين صار وهنا مستخدمين الطريق أصلا أكثرية مركبات الشحن يعني مركبات الشحن لازم تكون عارفة قبل هذا الموضوع بهذا الموضوع فبتوقع أنه كثير كويس بس ينقصوا هاي بس الشواخص والتعبيد يعني من ناحية الإضاءة أو الأشياء إزاي هيك ملخص القول أن الأولويات المرورية والتخطيط للطريق بات ينتج عن اجتهاد لا يعتمد على دراسات مرورية ولا تفهم أسبابه لدى سالكي الطريق أسامة بليبلي رؤية في محافظة الزرقاء عادت ظاهرة سرقة أغطية المناهل إلى الواجهة من جديد بعد إقرار البلدية والمحافظات ومدرية الشرطة خطة عام 2007 للحد من سرقة المناهل بهدف بيعها لمحلة الخردة وتدوير الحديد ظاهرة سرقة أغطية مناهل تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة الزرقاء تتفاقم فبات الأمر مهددا لحياة الناس لخطورة العبور أعلى منهل مكشوف عذا كونها مكرهة صحية نتيجة تجمع الأوساخ فيها على أطراف المدينة وشوارع المدينة وبداخل المدينة هناك فعلا مناهل بلا أغطية بتشكل خطر كبير على السلام المروري للمركبات وأيضا بتشكل خطر على المشاو بتشكل خطر على حياة المواطنين بالإضافة إلى ممكن أن تتسكر وتخلق من نتيجة تراكم الأوساق بداخلها ظاهرة سرقة أغطية المناهل في مدينة الزرقاء ظاهرة منتشرة من فترة قريبة وللأمان هذه الظاهرة تشكل أعباء ومخاطر على المواطنين نتمنى من المسؤولين في مدينة الزرقاء متابعة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بسرقة أغطية المناهل وتحويلهم للقضاء تؤكد بلدية الزرقاء رصدها سرقة ما يزيد على 120 غطاء منهل خلال الشهر الجاري وهو ما يكلفها أعباء مادية كبيرة ظاهرة سيئة جدا ومنتشرة وعادة عن الضرر المادي والمالي والجهد الذي نبذله حتى نعمل مناهل وقريلز بديلة بهذا المواقع هي أصلا بتخدد السلام العامة بتهدد السلام العامة للمواطنين ومركباتهم وأيضا تؤدي إلى أنها يصير إغلاقات في نقاط تصريف منها الأمطار بناشد الأهالي بناشد المواطنين أنهم يتعاونوا معنا على الأقل أنهم إذا شافوا مثل هذه الظاهرة والعابثين بهذه المواقع بس يزودون بمعلومات عنهم حتى نقدر نبلغ الأجهزة الأمنية وفي الوقت الذي تصل فيه كلفة تفصيل وتشغيل غضاء المنهل الواحد إلى 25 دينارا فإن تبديد القلق من السير بشارع لا أغطية لمناهله يتطلب تكثيف الرقابة على لصوص الأدوات المعدنية محمد أبو علوان أبو إياه إلى العقبة حيث استقبلت سفينة لوغوس هوب التي تضم أكبر مكتبة عائمة في العالم أكثر من 3000 زائر منذ افتتاحها الخميس الماضي إقبال كبير على الباخرة لا من أجل غاية اقتصادية أو سياحية بل للاستفادة من الكنوز المعرفية المتنوعة فالسفينة التي رست على شاطئ العقبة السياحي حملت أكبر مكتبة عائمة في العالم تضم نحو 5000 كتاب في مختلف العلوم والمعارث تعودنا على أن تكون السفن محملة بالبضائع إنما هذه السفينة محملة بالأفكار والتطلعات والثقافات الشعوب تكمل الهمية الثقافية لهذه الوجود مثل هذه السفينة لتعزيز السياحة الداخلية والسياحة القادمين على متن هذه السفينة المكونة من أرى 65 جنسية تجمع بحدود حوالي 400 كتابة تطوع أنا والفريق موجودون هنا في العقبة منذ أسابيع قبل وصول السفينة للتأكد من جاهزية كل شيء الهدف من وجودنا هنا هو وضع جميع الأسس جنبا إلى جنب مع وكالتنا وجميع المؤسسات الحكومية حتى نتمكن من جعل هذه الزيارة هادفة هذه المرة الأولى التي تفيد فيها سفينة لوجوس هوب إلى العقبة عقب أن رست على أكثر من 480 ميناء في 150 دولة في العالم أما تطلعاتها فتتمثل في تبادل المعرفة عبر بيع الكتب بأسعار رمزية وتوزيع هدايا تذكارية على الزوار أنا متواجد اليوم على الباخر هذا المكتب العائمي بدعم من مدرية ثقافة العقبة لتدريس الطاقم دورة خط عربي لغير الناتقين العربية اللي هم الموجودين عليها وبالمناسبة نحن الكراس اللي هي موجودة الآن معنا ستتم تدريسها خلال فترة العشرة أيام القادمة إن شاء الله شي جديد وتعرف على الثقافات التانية الحلو أنه كان فيه الكتب من شدة أنواع تزبط لشدة أنواع الأعمار من الكبير للصغير للمراهقين لكل إشيء وبتمنى أن هذا الشيء يصير باستمرار أكثر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تولي اهتماما خاصا بالباخرة التي ستبقى شهرا كاملا في المدينة ويتوقع أن تستقبل ستين الفزائر من خلال فعاليات ترحيبية على طريقة أهالي العقبة الخاصة بما يعكس هوية المدينة الساحلية وعراقة تاريخها